تركيا متوجسة من مجريات المعركة في إتلن معارك عنيفة بين القوات السورية من جهة وجبهة النصرة وفصائل من المعانضة من جهة ثانية صراع دفع ألاف المدنيين السوريين إلى النزوح مجريات أربكت حسابات أنقرة ودفعتها للتهديد تارة وطلب العون من موسكو تارة أخرى فقد حمل وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو روسيا مسؤولية استمرار القصف العنيف على أدلب السورية وقال المسؤول التركي إن موسكو لا عذر لديها مشيرا إلى أنها الوحيدة القادرة على الضغط على الحكومة السورية وإجبارها على وقف ضراباتها في شمال غرب البلاد منعا لسقوط المزيد من الضحايا المدنيين ونزوح ألاف الأسر وهددت شاوشوغلو بالقول إن أنقرة ستقوم بما يلزم في حال استمرار الهجمات على أدلب من قبل قوات النظامية الحكومية دعيا موسكو وتهران إلى تحمل مسؤولياتهما وينضم إلينا من موسكو الكاتب في صحيفة إزباستيا أندريا أونتوكوف أهلا بك سيد أندريا عبر سكاينوز عربية اليوم بأن ترفع الخارجية التركية منسوب هذا الخطاب في وجه موسكو هي التي تسعى لتوقيع الصفقة أو تم توقيع صفقة الصواريخ الروسية S-400 لصالح الأتراك في مواجهة واشنطن لماذا هذا التوقيت رفع منسوب الخطاب أنقرة التي أعادت ترتيب أوراقها في الشمال السوري بصراحة طبعا هذه التصريحات هي موسفة للغاية وخاصة أن قبل بعض الأيام تم إعلان عن بدء النظام الهدنة وهدنة أعلنت عنها الجيش السوري بشكل أحادي ولكن للأسف ما شاهدناه في المقابل هو الرد لإجابة نصرة والتي رفضت تماسك والالتزام بهذا النظام الهدنة وبصراحة تركيا تتحدث عن مسؤولية روسية ولكن أنا يمكن أن أقول بأن تركيا هي مسؤولة على ما يحدث داخل إدلب داخل هذه المنطقة تخلص التواطر في نفس الوقت أنا أريد أن أشير صحيح العلاقات الروسية والتركية وتعاون الروسية والتركية لا يقتصر فقط اسمح لي سيد أندري تحمل اليوم أنقر مسؤولية هذه الضربات وهذه العمليات العسكرية لجبهة النصرة شاوشوغلو يحمل موسكو اليوم مسؤولية العملية العسكرية التي تنفذها القوات الحكومية هو تراشق أم معلومات هل فعلا هذا اليوم الهجوم لجبهة النصرة وأيضا الهجوم المقابل من قوات الحكومة السورية مرسوم دحت إشراف روسيا أم أنه جاء كالهجمات السابقة استفادت دمشق من الوقت الضائع ومن السفقات الكبرى لتسجل ربما مزيد من الخسائر في صفوف تركيا وفي صفوف خصومها من القوات المقاتلة أنا متأكد طبعا بأن كل الخطوات السورية هي منصقة مع الجانب الروسي وأنا أعتقد أن على كل حل ما يقوم به الجيش السوري هو بالموافقة الروسية وبتنسيق مع الجانب الروسي وبصراحة نحن نتحدث عن مكاحة الإرهاب مكاحة ضد المجموعة الإرهابية التي تم اعتراف كذلك في روسيا وفي تركيا أيضا في الأمم المتحدة وأنا يمكن أن أقول بأن ما تقوم به روسيا وسوريا هو ربما الدربات المحددة أو العمليات المحددة لا حديث عن عملية عسكرية واسعة نطاق وما تريده موسكو هو إعادة أو عودة إلى نوع من الستاتس كوال الذي كان قبل هذا التصعيد وأنا أعتقد أن على كل حال نحن بحاجة إلى تنفيذ الاتفاقيات في سوشي حول تشكيل منطقة منزوعة السلاح في إدلب ولما هناك روسيا محتامة بالحفاظ على علاقات وتعاون طيب مع الجانب التركي ولكن للأسف الشديد كما ذكرت فيها السابق تركيا هي مسؤولة على ما يحدث داخل إدلب وللأسف الشديد كذلك نشاهد أن نصر ترفض أي محاولات الروسية والسورية لإقامة نظام الهودنة ونصر هي التي تقصف مواقع السورية وحتى مواقف التركية النقطة المراقبة التركية يوم الأمس كما شاهدنا تم إعلان عن ذلك من قبل وزارة الدفاع الروسية وحتى هذه الوزارة الدفاع الروسية أشارت إلى أن تركيا طلبت من الجيش الروسي من الطيران الروسي الذي يقوموا بالضربات ضد مواقع الإرهابيين في سوريا التي قاموا بهذا القصف النقطة المراقبة التركية فلذلك يمكن أن نقول التنسيق مستمر التراشق في هذه الاتهامات كيف يمكن أن ترد روسيا هل ستصغي اليوم إلى هذه المطالب التركية إلى أيضا هذه الدعوات من قبل الخارجية التركية أم أنها ستستمر في دعمها لهذه العملية في إدلب وقد تتحمل ربما تبعات خسائر بشرية جسيمة وعشرات آلاف النازحين والمهجرين أنا أعتقد أن روسيا مرارا وتكرارا تدول إلى أن تركيا مسؤولة على ما يحدث في إدلب روسيا تقول بأنها لن تتوقف درباتها ضد مواقع جاوة النصرة طبعا دربات محددة كما ذكرت هي ليست الأمالية العسكرية وواسعة النطاق فلذلك أنا يمكن أن نقول بكل صراحة نعم هناك تنقضات كبيرة جدا حاليا ما بين روسيا وتركيا بخصوص إدلب في المقابل هناك علاقات كما ذكرت العلاقات الروسية والتركية لا تقتصر فقط بإدلب أو حتى بسوريا هناك تعاون الاقتصادي هناك مشاعرية الاقتصادية مشتركة وإلى ما هناك وهناك احتمام الثنائي لاستمرار في هذا التعاون فلذلك هناك احتمام لإيجاد نوع من الحل لما يحدث في إدلب وأنا أعتقد أن نحن فقط بحاجة إلى مزيد من المشاورات ما بين الجانب الروسي والجانب التركي لنعود كما ذكرت الستاتس كوو الذي كان قبل هذا التصعيد على كل حال روسيا بحاجة إلى ولكن سأقاطعك سيد أندري هل يمكن اليوم الذهاب إلى أي حوار مباشر أي مؤتمر جديد بمعزل عن الحكومة السورية هل سيقبل الرئيس الروسي بذلك هل سيفرض شروط جديدة على هذه المفاوضات التي تتحدث بأنها هي اليوم الحد الوحيد للخروج من هذه الدوامة وتصفية كل الملفات العالقة في الأزمة السورية على ما يبدو نحن نشاهد المشاورات مستمرة ما بين الجانب الروسي وتركي بخصوص إدلب على المستويات المختلفة الرئيسان العسكريون الدبلوماسيون والما هنالك وبرأيي الشخصي أنا يمكن أن أقول ربما نحن بحاجة إلى إيجاد سبل الجديد لتعامل مع هذه القضية ولتنفيذ الاتفاقيات التي وقعت في سوشي حول تشكيل منطقة منظورة السلاح فبسببا لو دا تغيرت منذ بداية هذا العام نحن نشاهد تقوية مواقب جابة النصرة نصرة تسيطر على حوالي 90% من إدلب ولما هنالك إذن روسيا لا تتخلى عن فكرة تنفيذ الاتفاقيات في سوشي ولكن أنا أعتقد أننا بحاجة إلى سبل الجديد لتنفيذ هذه الاتفاقيات أي سبل اليوم وهذا الكباش وهذا التراشق وهذه الاتهامات من فضل في دقيقة ونصف فقط أنا أعتقد أن نحن يجب أن نعترف بأن نصرة أصبحت أقوى وقوية جدا في إدلب ونحن بحاجة إلى تعامل مع نصرة وخاصة أنها ترفض أي مفاوضات أي مشاورات نحن يجب أن نتعامل معها بقوة ولما هنالك وطبعا روسيا من جهتها جاهزة ليحترام صالح التركية ومتمسك باستمرار التعاون مع الجانب التركي فلذلك هنا هذه السبل على كل حال نحن بحاجة إلى تشكيل منطقة منظورة السلاح وليس أكثر نحن لسنا بحاجة إلى عملية العسكرية وعلى هذه المرحلة على الأقل من موسكو الكاتب في صحيفة إسبستيا أندري أنتيكوف كنت معنا مباشرة من ستوديوهاتنا في العاصمة الروسية